زميل العزيز شريف عادل معه الكابتن حمد إبراهيم مدرب عام فريق الإسماعيلي بعد خسارة الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف واحد أمام الأهل اللي تابع ماذا قال بحمد ربنا طبعاً أنا بقول النتيجة مش مرضية بالنسبة لنا التوفيق مش معانا النهاردة خالص ثلاث فرص محققة مية في المية أنا بحيي مصطفى الشفير طبعاً النهاردة لأنه بصراحة هو اللي قد المباراة للنادي الأهلي لكن أنت ما فيش توفيق النهاردة خالصة أنا بقول اللعيبة بتحاول وبتعمل يعني شغل بالنسبة لها مناسب جداً لظروف المباراة وظروف اللعيبة لكن أنا بقول أن اللعيبة النهاردة قدت مباراة جيدة جداً أنا بشكرهم وإن شاء الله اللي جاي يكون أحسن بإذن الله كابتن حمد يعني مباراة لمباراة أمام لتحاد سكنداري النهاردة أمام الأهلي بعدها بأيام قليلة أمام فارك وتلات مباراة خارج الملعب في الإسكندرية يعني أداة الإسماعيلي ووضع كابتن برضو أنه في تزايد مستمر ده اللي احنا نمسيه معنا كل ده حلو يا شريف بس أنا مش هقعد أبص بقى كل شوية للأداة اللي ده يعني إن شاء الله يبقى فيه توفيق معانا بإذن الله فيه نتيجة النتيجة مهنة جداً في فترة ديات أنا بقول إن نتيجة هتريح اللعيبة تخلي اللعيبة تقدي بشكل مريح جداً يعني أنا بقول المباراة اللي جاية صعبة جداً إن شاء الله بإذن الله اللعيبة نقدر نشوف الشكل المناسب للعيبة اللي تقدر نشتغل بها لأن إحنا محتاجين إحنا اللعيبة يعني أنا بقول المكسب هيريحهم يخليهم يبدأوا يشتغلوا بشكل أحسن من كده لكن أنا بقول فرص سهلة جداً يعني أنا الفرص النهاردة سهلة جداً أنا مش عارف يعني مش عارف أحل الموقف بتاع الفرص نفسه لأن حاجات سهلة جداً جوه الستة هاردة وإنت بتقدر تشتغل آخر كرة فرصة نادر مصطفى شوبر يعني عمل فيها مجهود غير عادي لكن بقول الحمد لله الحمد لله يا رب إن شاء الله الموتشات اللي جاية اللعيبة عايزين بقى إنه بقى الأداة اللي جاية ده معنتية جاية علشان ده لا هيريح اللعيبة نفسها تقدر تأدي وهي ما فيش ضهوض عليها يا رب إن شاء الله الفتر اللي جاي يكون أحسن إن شاء الله هاشري